مجزو الثالثة من التلفزيون المصري أهلا بحضراتكم تبع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها خلال شهر مارس الماضي وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على بدل أقصى جهد ممكن في سبيل إتاحة وتنويع قنوات التواصل مع المواطنين لتلقي ورصد الشكاوى والاستغاثات وسرعة اتخاذ اللازم بشأنها هذا واستقبلت منظومة الشكاوى ورصدت 120 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر مارس وتم توجيه 96 ألفا و500 لجهات الاختصاص المختلفة والمرتبطة بالمنظومة إلكترونيا وحفظ 19 ألفا وخمسمائة شكوى ففقا لضوابط الفحص والمراجعة للشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة أكدت وزارة الخارجية أنها تتابع أوضاع المواطنين المصريين المصابين في حادث الحافلة الذي وقع على طريق الجموم مكة المكرمة والتي كانت تقل على متنها 50 راكبا مصريا في طريقهم لأداء منسك العمرة وأوضحت الخارجية في بيان لها أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادثة نتجت عنه إصابة 40 معتمرا ووفاة ثلاثة من بينهم اثنان مصريا هذا وقام أعضاء القنصلية المصرية في جدة بسرعة التوجه إلى مكة المكرمة لتقديم الدعم القنصري اللازم والاطمئنان على حالة المصابين وتقديم رعاية الصحية اللازمة لهم على مدار 24 ساعة من خلال غرفة عمليات طوارئ بمقر البعثة وتتقدم وزارة الخارجية بخلص التعازي لأسر المتوفين والتمانيات بشفاء العاجل للمصابين أعربت مصر عن قلقها البالغة نتيجة التصعيد المتسارع والخطير الذي تشهده المنطقة على مداري 48 ساعة الماضية على إثر اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى واعتدائها على المصلين والمعتكفين ومعتال ذلك من إطلاق لصواريخ تجاه إسرائيل وضربات الجوية إسرائيلية استهدفت مناطق بجنوب لبنان وقطاع غزة مع استمرار المواجهات والعنف بأشكال وصور مختلفة وفي هذا الإطار طالبت وزارة الخارجية في بيان لها جميع الأطراف بممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجاوب مع الجهود المبدولة للتهدئة وحقن الدماء وحماية الأرواح محذرة من المخاطر البالغة التي تحق بالمنطقة إذا استمرت موجة العنف الحالية أدان المجلس الوطني الفلسطيني لانتهاكات الإسرائيلية بقطاع غزة محذرة من ارتكاب حكومة الاحتلال مجازر بحق أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع وفي بيان صحفي حمل المجلس الوطني الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن إشعال وتفجير الأوضاع في المنطقة كراء انتهاكاتها المتواصلة بالمسجد الأقصى مطالباً المجتمع الدولي بالضغط على حكومة الاحتلال لإيقاف انتهاكاتها واعتداءاتها اليومية على المسجد الأقصى أكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على أهمية الترابط والاحتواء والدعم لكل الأطفال وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم اليتيم الذي وافق الجمعة الأولى من شهر إبريل وفي هذا الإطار أكد التحالف ضرورة مضاعفة الأنشطة والمبادرات والبرامج الخاصة بالتنشئة والاستفادة من طاقتهم طوال العام مشدداً على أنه يسعى دائماً ليكون جزءاً من ابتسامة على وجه طفل وبمثابة أسرة لكل يتيم قال الكريملين إن نشر أسلحة نووية تكتيكية في بلاروسيا لن يتطلب تغييراً في مفهوم روسيا عن استخدام الأسلحة النووية من ناحية أخرى أكد الكريملين أنه تابع المحادثات المهمة بين الرئيس الصيني شيجين بينغ ورئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أرسلا بوندرلاين مضيفاً أن الصينة لن تغير موقفها من الصراع في أوكرانيا تحت أي تأثير خارجي أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراع فاو أن الأسعار العالمية للمواد الغذائية وإن كانت لا تزال مرتفعة جداً إلى أنها تراجعت للشهر الثاني للثاني عشر على التوالي مسجلة انخفاضاً بنسبة عشرين ونصف بالمئة في مارس من العام الحالي بالمقارنة من الشهر ذاته من الفين اثنين وعشرين حين كانت الأسواق تشهد أولى تبعات الأزمة الأوكرانية وأفدت الفاو أن الوفرة المتاحة وضعت الطلب على الواردات وتمديد مبادرة تصديد الحبوب الأوكرانية ساهمت في هذا التراجع مشيرة إلى أن الأسعار لا تزال تلقى بأعبائها على الدول المستوردة ذات الأوضاع الاقتصادية الصعبة قالت السيدة انتصار السيسي إن واجبنا جميعاً هو ضمان الرعاية والحماية الاجتماعية للأيتام وأوضحت السيدة انتصار السيسي في تغريدة بمناسبة يوم اليتيم أن خير الناس هم هؤلاء الذين يصونون اليتام ويقدمون لهم جناح الحب والرحمة والعطف نهاية مجزة الثالثة دمتم في عاية العام اشتركوا في القناة